شيعا رايتس ووتش تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف إعدام سجناء الرأي في الشرق الأوسط في إطار متابعة منظمة شيعا رايتس ووتش للأوضاع التي تعصف بدول الشرق الأوسط وعلى الخصوص في دولة البحرين ذات الأغلبية الشيعية سيما بعد موجة الاضطرابات وعمليات القمع والتنكيل التي تمارسها السلطات هناك أعلنت المنظمة بأنها تترقب بحذر شديد إقبال النظام على ارتكاب جرائم الإعدام بحق عدد من النشطاء المدنيين من سجناء الرأي القابعين في المعتقلات السياسية جاء ذلك في رسالة أرسلتها المنظمة إلى الأمين العام الجديد لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيا غوتيريش حيث هنأته بتسنمه للأمان العامة ودعته فيها إلى التحرك السريع لوضع حد للأوضاع المتفاقمة في مختلف دول الشرق الأوسط والبحرين خاصة عبر وقف مسعى تنفيذ الإعدامات بحق الناشطين وحث السلطة على التعامل بشكل إنساني وقانوني مع مطالبات الشعب المشروعة الهادفة إلى إرساء القواعد الديمقراطية في البلاد وانتزاع الحقوق الإنسانية المطلوبة